على الاحتجاج في طريق الوطني رقم 14 ورفعوا جملة من المطالب على رأسها تجميد مشاريع سكن وحرمان المواطنين من الاستفادة من مشاريع السكن الريفي ديار بن داود نحن الانشغالة توجدنا بالنسبة للجروبي تجمعات سكنية لدينا 35 سكنة في عشر سنين لا قاز لا ضولة لا تحية لدينا كارين كارين مليون ومئتين لشهر عينة مع السلطات عينة الحال ينديروه يقول لك غير ما زال ما زال ما زال ما زال طلبوا بسكن عندنا القطعتين تاع السكن ما عناش سكنة رام يقول لك باللي مساحة خضرة وهي هذه المساحة خضرة طرف الطريق اصطاد طرف الطريق ما كاش شوف اصطاد هنه هنا مكان ورحنا خصنا سكنة ما خصنا ساسطاد خصنا وين سكنه ما عناش نسكنه راكالي عندها 3-4 فيص القيمة ما عناش نسكنه فهنا كل يوم نحن في ستة شهر نحن طلبات وكأنوالوا ملحق بلدية هنا هنم تارين هنا هنم 15 سنة نحن لا يمكنهم ملحق بلدية في القوانين هل تتبع مشاريع تتبع قوانين هنا مكانش حالينها لسع مكانش حتى خدامات فيها ديلك سبب رزو رهم في عام رهم يخدموا بها والله والله دوزو مكانش الداخل البلدية كنت هدر معه الجوامير هذا النائب هذا مكانش محطوط هنا وارقيا ما تشوفهش إدارة غائبة تماما والمتابعة متاع اللجنة الولياء متاع التحقيق في الأخرين احنا عمرنا ما اسمعنا بيها ولا جات للمجتمع ولا سقسات على المجتمع هذه نقطة لو كان كاينة كان كان المتابع في الأخرين ما يصراش هذا الأمور كان يرى هنا في 30 سنة ساكن هنا مكانش ويجي واخد آخر يبني ويبيع ويروح